حكم الغنى وآلات الطرب واللهو في الشريعة الإسلامية الحكم الآتي حرام الاستماع إلى آلات الطرب واللهو والأغاني الدليل على ذلك من القرآن دليل الأول الآية السادسة من صورة لقمان قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين طيب ما هو لهو الحديث عند الطبر في التفسير والطبر من السلف المتقدمين توفي سنة 310 من القرون المفضلة الطبر ينقل تفسير الصحابة لهذه الآية لهو الحديث قال ابن عباس الغناء ونحوه قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره إنه الغناء قالها ثلاث مرات ابن مسعود يوم من الأيام بناغش فيه ولد شاب قدرنا كذا قلت لهو الغناء محرم بالآية دي والآية دي فسروه الصحابة ابن مسعود وابن عباس قال لي ابن مسعود وابن عباس دير رجال ونحن رجال وطبعا سامع بالمغولة دي ومعارك يقول لهوين ذاته شعبي مسكين قلت لهو الله الصحابة دير رجال لكن إذا ما ظنك تخد نفسك مع الصحابة سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم ومن حمل عنهم العلم كمجاهد ابن جبر والضحاك ابن مزاحم وعك نماء من تلاميذ ابن عباس من التابعين فسروا هذا التفسير وعلى هذا التفسير جماهير المفسرين وعامة أهل العلم المغتدى بهم في الدين قال تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لأن المغنية كانت تشترى زمان بيشتر المغنية ذاته الصلاة نطور تقدر تشتريها كيف تشتريك الفنانة تشتريك الآن محترمات ويكتب عنهم في وسائل الإعلام وتعقد برامج في تلفزيون راديو غيره للترويج لمغنية أو لفاجرة أو لفاسقة على كل زمان تشترى المغنية لذلك جاء في المسند عن أبي أمم الباهلي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام وفي ذلك نزلت الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية من صورة لقمان الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى في آخر صورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه أنتم سامدون قال ابن عباس بلغة أهل اليمن بالحميرية سمد غنى وأثمد لنا أي غن لنا وأنتم سامدون أي أنتم مغنون كان المشركون لما يريدوا أن يصدوا الناس عن القرآن يغنوا يعملوا آلات الطلب يغنوا ليصدوا الناس عن القرآن فنزلت الآيات وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه دليل الثالث من القرآن في صورة بني إسرائيل صورة الإسراء قال تبارك وتعالى عن الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة بصوتك قال ابن عباس رضي الله عنه بصوتك الله قال مجاهد ابن جبر هو الغناء وابن عباس يقول كل دعوة إلى البدعة أو إلى الباطل من الله أو من صوت الشيطان هذه ثلاثة أدلة من القرآن أما من السنة ما رواه الإمام البخاري إمام المحدثين روى الحديث معلقا بصيغة الجزم كما قال ابن تيمية جازما به مستدلا به كما قال ذلك ابن تيمية في كتابه إبطال الحيل قال البخاري من رواية إشام بن عمار إلى الصحابي الجليل عن أبي عامر أو أبي مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله ليكونن من أمة أقوام يستحلون يستحلون والشيخ أخوان لما يقال يستحل إذن هو حرام يستحلون الخمر الحر الحر معنى الزناء والخمر والميسر وتضرب على رؤوسهم إلى آخر الرواية والمعازف يعني يستحلون المعازف قال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلة المجلد 21 الصفحة 158 قال والمعازف هي لفظة تطلق على جميع آلات الطرب أي آلة من آلات الطرب تدخل في لفظة المعازف طيب هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا إن ما يحرم المعازف أو الغناء ما يحرم إلا لو اجتمعت معاه الخمر والحر الزناء وكذا لا لأنه ينزم من ده إن الزناء ما يحرم ما يحرم إلا إذا اجتمعت معاه المعازف والخمر قالوا الزناء حر بأدلة أخرى نقول أيضا الغناء حر بهذا وبأدلة أخرى يأتي نقلها إن شاء الله تعالى هذا الحديث الأول الحديث الثاني ما رواه الإمام ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة والبزار في المسند وصحح أو ووثغ رجاله الهيثم في مجمع الزوائد وكذلك المنذر في الترغيب والترهيب ما جاء من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوطان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت عند نعمة هذا الغناء وصوت أو مزمار عند مصيبة أو ورن عند مصيبة ولهذا الحديث شاهد رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذنب الملاهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البكاء يعني على الميت سئل عن البكاء قال إني لم أنهى عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت مزمار لعب وله ومزمار الشيطان وصوت عند نغمة لطم وجوه وشق جيوب ودعوة ودعوة الجاهلية هذه كلها من المحرمات حرم النبي عليه الصلاة والسلام بالنص أيضاً أيضاً الدليل الثالث أو الرابع من السنة ما رواه الإمام أبو داود في المسند في السنن وأحمد في المسند والطبراني أيضاً وشيخنا القرداوي قال وشيخنا منه قال يقول أنا أقول لك الرسول قال القرداوي بتاع شنو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الخمر والميسر الميسر معروف دا القمار والميسر والكوبة الكوبة دي آلات الطرب قال والكوبة وكل مسكر حرام الحديث حسن بمجموع طرقه حسن الألبان في تحريم آلات الطرب وله شاهد من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه عنهما رواه أبو داود في المسند وأحمد في المسند والطحاوي كذلك أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء الغبيراء دي الخمر اللي بيعملوها من الزراء بإدارياتنا نحن يسمي المريسة دي هزاتا مريسة حرام كوبة آلات الطرب حرام الخمر الخمر عموما حرام كويس الحراء كل هذه من المحرمات بالنص منص الحديث أيضا جاء في سنن الترنذي وعند وعند ابن أبي الدنيا في تحريم أو في تحريم آلات الملاهي في ذنب الملاهي من رواية عمران بن حسين والحديث دا فيه تهديد عجيب فيه وعيد عجيب خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي قذف القذف دا حجارة من السماء تقع على الناس سيكون في أمتي دا ما في أمة آنية أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي قذف من السماء ومسخ المسخ يتمسخ الإنسان لحيوان آخر كويس ومسخ وخسف الخسف دا ليتحد حتى جاءت في بعض الروايات يقال خصف اليوم ببني فلان الناس بتقولنا سعاد يقول لك اتخيل لنا في الما يقوم حفل شغال كل جوه خصف اليوم ببني فلان كويس قال يكون في أمتي قصف ومسخ وخسف كيل متى يا رسول الله قال هذا لو حلال عليك لنا بسمع لنا زي ديل قول حلال واحدة شغالة بتغني المزاد في بحرك وشعبية ياه ووين والغرابة وين والجعلين وين يا ناس السنة وحلال بسمع لياه دا فوضى فوضى وسزاجة غريبة جدا دا شنو دا ياخده قال اذا ظهرت القيان وشربت الخمور الآن الخمور بأنواع خمور أجنبية وخمور محلية دا يزور راغب تشرب خمور أجنبية تشرب ويسكي وبتاع ببيعالك ديك في قزاس كده ظريف دائرة الخمرة البجاية دي المليانة السفنجات وعواليق ودي أمشي أشرب خمرة دي ظهرت الخمور وظهرت القيان والغناء الفاحش والبذيء كل دا موجود في مجتمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خسف ومسخ وقسف سبحان الله لذلك أجمع الأئمة الأربعة على حرمة الغناء كل الأئمة الأربعة أما الإمام أبو حنيفة قال من استمع إلى الغناء فاستمعه حرام ومن تلزز بالقناة فهو كافر يعني بذلك كفر النعمة كما هو مشهور عنه الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة شويل كما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء قال الإمام مالك إنما يفعله عندنا الفساق هذا زمن الإمام مالك والغناء بتاعهم تقاله زيدة الغناء ذاته ما زيدة يخي سبحان الله سيدة عائشة رضي الله عنها سمعت رجلا يقرأ شعرا ما غنى شعر بيقر فيه فقام بيقيتحرك مع الغناء مع الشعر كده بيحرك في رأسه سيدة عائشة قال الشيطان أخرجوه أخرجوه ده شيطان ده غنى بحرك معه رأسه تعالوا شو في الجماعة البجائي ديل سيدة عائشة لو شافت البهينة ديل تقول شون يا نس يا أخي ما ممكن يخرج الإنسان عن قوره فيصيرك البهيم والحيوان ما ممكن يا أخي سبحان الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني وابن الجوزي قال عنه كان الإمام أحمد ينهى عنه رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الشافعي نقل نوع من أنواع الغناء وده الآن اللي بيسموه مديح وبيعتبروه دين وده بجوه بعد شوية كوز الإمام الشافعي قال تركته في بغداد شيئا يسمى التغبير أحدثته الزنادغة ليصدوا به الناس عن القرآن شوف يتكلم عنه كيفا الإمام الشافعي بس يجيك واحد يقول لك أنا شافعي وأنا مالكي وش يأخذ الأئمة الإسلام الأربعة جمهور العلماء بالمناسبة على إن المغني فاسق ترد شهادته يعني لو جاء واحد بي شهاد أنت من أنا فلان بتاع العود إتو عودك بره ما تقبل شهادته ابن الجوزي نقل عن الحنابلة في تلبيس إبليس قال وترد عند الحنابلة شهادة المقني والرقاص مغني ما عنده شهادة أنا ما بغني برقصي برضو ما بترد شهادته عند الإمام الشافعي لا تقبل شهادة المغني مش المغني الإمام الشافعي نص كما نقل عنه أبو الطيب الطبري نص على أن من أدمن سماع الغناء ردت شهادته ده لا بغني لا برقص بس بيسمع كثير ترد شهادته هذا عند أئمة الإسلام وأئمة الدنيا المغتدى به وبعد ذلك جاء من جاء من الناس وحاول أن يستدل على إباحة الغناء ولا دليل في الشريعة الإسلامية على إباحة الغناء والملاهي كما نهى عن ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام مما يترخص فيه من أمر الغناء الغناء للجواري الصغار في وقت العيد والعرص والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة في بيتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندها جاريتين تغنيا بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث والغناء ذات تشوف كلمات كيف أتيناكم أتيتو فحيونا نحييكم كلام كلام طيب ذاته ودخاص بالجواري في وقت العرص والدليل على الخصوصية أن بكر الصديق لما دخل قال أمزمار الشيطان أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله أنكر على الجاريتين النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطي فقال يا أبا بكر دعهما فإن هذا يوم عيد العلماء أخذوا منا ضابط إن إنكاروا بكر الصديق على الجاريتين وتسميت هذا الغناء بمزمور الشيطان يدل على إنه دمى فهم من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ما قال له دمى مزمور الشيطان لا ولا قال له إنه الغناء أصلا بجوزي أو بكر الصديق أنت جبت التحريم من وين لا أقره على أن هذا مزمور الشيطان والغناء محرم لكن ترخص للجاريتين في وقت العرص أو العيد وبعض أهل العلم قاس على الجارية المرأة وقالوا يجوز المرأة في العيد وفي العرص وفي استقبال الغائب بعضهم قال استقبال الغائب وإن كان الشيخ الألباني يخص هذه بالقائب كرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز الثاني دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كويس العرص والعيد للنساء للجواري أسا واحد يستدل لك يقول لك حديث الجاريتين ودعهما يا أبا بكر إن هاتان جاريتان كويس أها وقدرت استدل على منه تلقى جابلة فنان صلعته لهنا يقول لك حديث الجاريتين طيب دجارية يا ناس هل ما يجوز للجارية يجوز للرجال ما ممكن يكون دجارية وصلاة كده لهنا ما ممكن أبدا ما يجوز للجواري لا يجوز للرجال أبدا ولذلك هذا الحديث خاص بالجواري في وقت العيد أو في وقت العرص والفرح ويكونوا براهم ما يلموا الرجال وطلقوا واحد برقص في النص تسأل ويقول لك هاي ما جواري انت دخلك شون الراجل ما عندك علاقة هذا خاص بالنساء في وقت هذه الأفراح طيب وكذلك يباح منه ما كان بالصوت العادي دون ترنيم ما فيه آلة كمنجلة غير أي شيء ما فيه أي آلة من الآلات بالصوت العادي كحداء السفر جو المسافر بركب الإبل الإبل بتمشي أسرع لو قالوا ليه آبيات من الشعر على نظم الحداء لكن ليس فيه ما يخل بالمرؤة ويقري الإنسان عن طوره إنما هي آبيات من الشعر تلقى على سجية العرب هذا ليس فيه إشكال وليس فيه مانع أما دخلت فيه الموسيقى حرام بالنسبة للنساء الدف فقط الدف اللي هو خشبة وعلى جلدة دل بجوز أما الطبل ما يجوز كويس؟ ولا الدلوكة دي ما دف الناس يقول لك ديل دلوكة لا ما دف الدف ده براه صوته ما عالي الدلوكة دي بتلم الحلة كلها صوته ما عالي دف صغير هذا يجوز للنساء فيه كما ذكرنا في العيد وفي العرس أما أن يتخذ الغنى وآلات الطرب تتخذ دينا وعبادة ده أسوأ من الفادة كلها ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية وأناشيد الصحوة وأناشيد الجهاد وأناشيد غيره هذه الأناشيد والمنظومات الملحنة بالموسيقى حرام ومش أنسميتها إسلامية بيقد حلال ما ديل بيسموه ساي يقول لك إسلامي نشيد إسلامي حفلة إسلامية اختلاط إسلامي أي شيء إسلامي بنكي إسلامي وتالقريبة كله شوف الشيء كونه يسمى إسلامي ما معنى حلال أبدا الحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك أناشيد إسلامية وأسوأ من ذلك المدايح لأن المدايح جمعت بين الغلو الشركي وبين الموسيقى قلتك مديحة المصطفى كويس النبي صلى الله عليه وسلم تمدحه بالحرام مديحة النبي صلى الله عليه وسلم وجيب لك قصائد ويبدالك بالرسول ويتمه بالشيوخ بتعنه شيخنا فعله شيخنا طلعه ونزل وطار في السماء ومرق من الغبر وراجع تاني وغير من الأباطيل لو الموسيقى حلال الكلام ده حلال اللي بقوله ده كل ما يجوز ويكون ظلم فوق ظلم لما يكون بالموسيقى والكلام في حد ذاته من المحرمات لذلك عباد الله الإنسان يطهر سمعه عن الحرام فأنت مسؤول عما تسمع يوم القيامة تسأل عما تسمع الأمر ما سودان يا أخي الآن مع ثورتي وسبحان الله ممكن تقول ثورة تعتجي لكسي في السودان أو الموبايلات المطورة ديه الآن صار ما من شاب من الشباب بلغ الخامسة عشر من عمره إلا وله جوال ومركب السماعات بتاعته وبيسمع أغاني ده غير الأشياء التانية من الفواحش والأشياء الخطيرة اللي بيسمع وبيشاهد فيها الشباب الآن ونحن سبحان الله كأولي أمور بس نشتري الموبايل ونجيب للسماعة ونديه ونطلغ له العنان فيفعل ما يشاه فيفسد أنت مسؤول يا ولي الأمر مسؤول عن هؤلاء الشباب تبتشتري الموبايل ويقعد في غرفة براو بيسمع في شو بيسمع لمن يتلقى عن من يا ناس هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لذلك عباد الله الحذر الحذر والتغوى التغوى والورع لسان يزكي سمعه ويزكي بصره عن كل ما يحرم تغوى التغوى التغوى تغوى التغوى 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 التغوى